تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا مهما ومرتقبا اليوم لبحث مصير الفائدة على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة بمقدار فاصل 75 نقطة مئوية وكانت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الاخير في التاسع عشر من مايو قامت برفع اسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة اساس بعد زيادتها مئة نقطة في مارس الماضي لتصل الى 11.25% للإداع و 12.25% للإقراض